اه للأوال فقرتي المفضلة بقى اه لما لاقي انه عندنا عرض معلوماتي من بتوع المركز الاعلامي المجلس الوزراء بقى سعيد جدا شوف يا سيدي وده بالمناسبة انفو جراف او عرض معلوماتي مهم جدا من الحاجات بقى اللي انا احبها مقدرش اوصفه بالعرض الاقتصادي بقدر ما هو شيء اجتماعي مهم ويصب في مصلحة اهلنا على قد حلهم شوية بقى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء عامل عرض حلو قوي العرض ده اسمه الدولة تستمر في تنفيذ مشروع سكوك الاضاحي وتطلق مشروع سكوك الاطعام تعالى بقى ايه وحدة وحدة كده وعلى مهلنا همه ثلاث صفحات بصات له ايوه شو فاسي في 2015 تم اطلاق المشروع من قبل وزارة الاوقاف لتعظيم نفع الاضحية يعني ايه يعني نقدر نستنفع كويس باضحيات المصرية ماشي ونعرف ازاي هتتوزع وما الى ذلك وبالتالي تتوزع على اكبر قدر ممكن من اهلنا اللي يستحقها تعالى نشوف انه عندنا بيتم توزيع سكوك الاضاحي هي مر لحوم الاضاحي خد بالك دي حاجة غير سكوك الاطعام الاضحية يعني في العيد طيب دي بتبقى مرة واحدة في السنة 2220 جنيه تكلفة سك اللحمة السوداني و3800 جنيه تكلفة سك اللحمة البلدي ماشي ده بتاعة العيد الكبير ماشي عيد الاضحى عندنا تقريبا حوالي خمسة واربعة من عشر يعني خمسة مليون وربعمية الف اسرة في بلدنا هي من الاسر في اهلنا الاولى للرعاية وبيستفيدوا الخمسة مليون وربعمية الف اسرة خد بالك من هذه السكوك من سنة 2015 حتى هذه اللحظة عندنا مية وعشرين الف سك لحمة سوداني تم طبعتها عشان السنة دي عشرين اتنين وعشرين وعشر تلاف سك بتوع السنة دي لحمة بلدي طيب ايه اللي بيحصل الدبح بتاع الاضحى بطبيعة الحال لازم يبقى اول ايام العيد المبارك باذن الله وبنفضل نستمر لحد عصر اليوم الرابع وتبدأ عملية التوزيع في خامس يوم العيد توصل باذن الله اللحوم للناس تعالوا نشوف حصيلة مشروع سكوك الاضحى ده من سنة 2015 لحد عشرين واحد وعشرين لان احنا لسه مبدأناش بقى بتاعت اتنين وعشرين اهو كل سنة وانت طيب الاسبوع الجاي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نبدأ تعالوا نشوف فالفين وخمستاشر ستاشر كان عندنا تلاتين مليون جنيه سكوك ستاشر سبعتاشر بقى واحد وخمسين مليون يا رب زيد سبعتاشر تمنتاشر اربعة وسبعين ونص تقريبا تعالوا نشوف تمنتاشر تسعتاشر مية وخمسة تسعتاشر عشرين مية وخمستاشر عشرين واحد وعشرين بقت مية اتنين واربعين ونص مليون جنيه طيب هل ده معناه انه سعر السك هو اللي زاد ودي كده ارقام الفلوس لا لازم نقول يا جماعة مركز اعلامي عايزين نشوف كمية اللحوم بتزيد ولا لقدر الله بتقل تعالوا نشوف خمستاشر ستاشر كانوا ربعمية تمانية وثلاثين طن ستاشر سبعتاشر بقوا خمسمية وخمسين طن سبعتاشر تمنتاشر بقوا ستمية تمانية وسبعين طن تمنتاشر تسعتاشر بقوا حداشر الف وخمسة طن لا حداشر الف ايه الف مية وخمسة ايه حداشر الف دي انا عشان سيب النظرة في العربية بردو انا ضايع طيب تسعتاشر عشرين بقوا الف ومتين طن السنة اللي فاتت عشرين واحد وعشرين او عشرين 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 واحد وعشرين بقوا 1453 طن يبقى سعر السكوك او الاموال بتاعت او حصيلة السكوك زادت حصيلة السكوك ماليا زائد كميات اللحوم هي كمان زادت تعال نشوف اللي بعده يا نديم ايوا الصفحة التانية تعال بقى يا ترى هل ترى ايه هي مزايا السك بتاع الاضحية بتاع وزادة الاوقاف واحد انك تضمن مية في المية كافة الضوابط الشرعية للدبح والتوزيع حلو او اتنين توصل هذه اللحوم الى المستحقين بمنتهى العزة والكرامة واللطف والمحبة السكوك دي بالمناسبة ودي بعض الميزة التالتة بتطبع في هيئة وثائق مؤمنة علشان ما تضربش اربعة بنحافظ على البيئة لانه بيتم الدبحة في الاماكن اللي بيتم تخصصها تبقى سليمة مية في المية تبقى الاشتراطات الهيئات البيطرية خمسة بيتم تبريد وتجميد اللحوم بافضل واحدث التقنيات المتعارف عليها في الدنيا وده بالتعاون ما بين وزارة التموين والشركات القابضة حلو ستة عملية النقل لازم تتم برضو بشكل سليم يعني التبريد عملية النقل المبرد دي البردات دي لازم تبقى سليمة مية في المية فبنبقى جايبين احسن عربيات تنقل سبعة بيتم تحويل كل فلوس السكوك دون اي فاقد او مصاريف ادارية او اعلانية يعني المبلغ اللي بتدفعه بيتحول لإيه اضحية لا بيتخصم منه نسبة الاعلانات والتسويق ولا بيتخصم منه مش عارف مصاريف ادارية ولا بيتخصم منه الضريبة الفلانية الفلوس اللي بتدفعها تتحول لحمة اخيرا هي السك الاقل تكلفة طيب ليه لانه فيه اكتر من مؤسسة وطنية الحقيقة بتساعد مع الوزارة في تنفيذ هذا المشروع الرائع طب انا عايز اشارك في هذا المشروع لا ايه نديم انت مستعجل ليه انا لسه قلت ان امرت تتا ثلاثة ينفع ينفع تعال اي وقت اجاد عنيده طب انا عايزة شارك احنا بقى كل ده لازم اقولك شارك طيب نشارك ازاي اقولك بعد اذنك فيه ارقام كده واتساب هتلاقي قدامك على الشاشة اه اه بينا خليها شويتين اكتبوها اقولك صور الشاشة بالتليفون دلوقتي اه وتاخد الارقام دي وتبعت لها تبعت لها ايه بقى الارقام دي تبعت على الارقام بتاعت الواتساب دي اسم حضرتك يعني سلاسي او رباعي انا افضل للرباعي عشان اللي اخبط وتبعت العنوان وطبعا اكتب تحت بس كمان رقم تليفونك هتقولي ما رقم التليفونه هيبان فقل لك يا سيدي ماشي ما جاتش على دي اكتب رقم التليفون ما يجراش حاجة حلو جدا طيب ولو مش كده نعمل ايه عندك مدريات الاوقاف اللي موجودة في عموم الجمهورية عندك البنك المركزي المصري عندك فروع بنك مصر كلها فروع البنك الاهلي كلها فروع البنك الزراعي كلها مكاتب الباريد كلها وكمان المكان بتاع فوري خشوا على نمرة تلاتة ينينه تعال نشوف احنا عملنا ايه نقدر نقول انه واحنا بقى بنشتغل على السكوك اللي احنا بنشتغل عليها دي فبقى فيه عندنا يا جماعة احنا من فبراير بدأنا نطلق هذا المشروع في الوزارة فبراير 22 بطبيعة الحال يعني ده اللي هو ايه بقى سكوك الاطعام مش سكوك العيد الكبير مش الاضحية دي الاطعام يعني نوصل اكل بقى للناس على مدار العام ايه هو الهدف زي ما اللي قلت لك كده احنا عاوزين اهالينا وصارنا الاولى بالرعاية نوصل لها اللحوم ولو مرة في الشهر كمرحلة اولى مرة المرحلة الاولى بتاعتنا تبقى مرة في الشهر نوصل كمية لحوم ايه تسند مع الناس تمشي لحال حب كويس وكده كده بيبقى فيه عندنا السك بتاقل الحاية ده اللي بيبقى مرة في السنة هتجي تقول لي هو ده كفايا يا يوسف قلت لك انت عايز الحق ولا بنعم انا لو علي مايبقاش فيه عندنا غير سكوك الاطعام بس مش عاوز يبقى فيه سكوك الاطعام قل لي ليه قلت لك لان ده معناها انه مايبقاش فيه فقر بلدنا مايبقاش فيه حد محتاج ان احنا نوز عليه الاتل يبقى هو بيشتغل ميت فل واربعتاشر ويبقى مهيته ومرتبه ودخله بكفيه ميت فل واتسعتاشر وبيجيب اللعيال وكلهم عايزينه ويجيب لهم اكلهم وشربهم ولبسهم ومصاريف مدرسهم وتبقى الدنيا ميت فل ميت فل الناس اللي زي حالاتي نقول لك يا سلام ده احنا نتمنى ان اصلا اختراع الفلوس ده يتلغي ونبقى بنروح ناخد الاكل انه سوبر ماركت ونروح ندخل على المدرسة من غير ما يدفع فلوس اركب المواصلات من غير مقطع تذكرة ياه ياه السلام سلم نتمنى لكن قدنا بنحاول طيب فيبقى بنوصل الاكل او بنوصل اللحمة مرة في الشهر دي المرحلة الاولى طيب عندنا سقوك الاطعم لحد دلوقتي عاملة تقريبا 23 مليون انا عايزها تزيد بكلمكم جد اللي بيحب الناس يبقى بيحب ربنا فاللي بيحب الناس ده ربك يحب حب انا اللي عنده حتى رقم تليفوني هيلقيني كاتب ايه على واتساب افتح للناس شباك ربك يفتح لك الف باب افتح للناس شباك واحد ربك هيفتح الف باب فاللي يحب الناس ربه يحبه يبقى تشتغل على فكوك الاطعم اطعم الطعام ده كبير قوي عند ربنا سد جوع الناس ده كبير قوي عند ربنا قوي سبعمية وتسعتاشر طن لحوم تم توزيعها لحد دلوقتي حداشر مليون جنيه دعم من وزارة الاوقاف علشان المشروع بتاع سقوق الطعام حلو هل يا جماعة دي ينفع اطلعها على سبيل الزكاة ولا صدقة بس اقولك لتنين ده كلامك يا عم يوسف لا يا فندم ده كلام وزارة الاوقاف وهم الناس اللي ايه شغلانتهم الحاجات دي طيب تاني اقولك تاني تعالى نديم هل يجوز اعمل سق الطعام ده يبقى على سبيل الزكاة وزارة الاوقاف قالت ايوة انت يا يوسف اللي بتفتي ولا الوزارة يوسف ما يفتيش من شغلته دي الوزارة اللي قالت ينفع صدقة وينفع يبقى زكاة وما الى ذلك عندنا مية طن ده حدنا الادنى شهري عاوزين بقى نوزعهم على مية الف اسرة كمرحلة اولى اللي يحب الناس ربه يحبه وفضل اطعام الطعام ده كبير اوي 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 طيب